وزير الداخلية النمساوي يريد توسيع عمليات الترحيل إلى أفغانستان بعد قرار المحكمة الدستورية وهنا لما نجي نتكلم عن المحكمة الدستورية ده آخر قرار ممكن أي حد يلجأ لي لما جينا تكلمنا عن المحكمة الدستورية هي أم المحاكم المحكمة التي تحكم ولا يوجد هناك طعن على قراراتها بيبقى قرار نهائي مرحلة التقاضي أمام المحكمة الدستورية بتكون آخر مرحلة بالنسبة للاجئ يعني هو بعد المحكمة الإدارية ما بترفض ترفض يروح المحكمة الدستورية لو المحكمة الدستورية حاليا حكمت بعدما حقيته في اللجوء هنا وزير الداخلية تدخل وقال يبقى الشخص يتاخذ ويرجع أفغانستان صار قانونيا الموضوع قالت لك المحكمة الدستورية قالت أن يوجد مناطق في أفغانستان ليست خطيرة ويمكن ترحيل اللاجئين إليها طبعا حتى لا يفهم الخبر يعني في غير سياقه المحكمة الدستورية قالت أن هذا ينتبق على حالات معينة وليس رفض كل الأفغان يعني ليس كل أفغاني اليوم أوتوماتيكيا مع الأسف العراقي اليوم مع الأسف أنت عراقي يرفض لجوءك ممنوعا أن تلجأ فبالتالي مع الأسف الشديد العراقي مع أنه عنده الحق الكبير في الحصول على لجوء ولكن ما زال يرفض لجوءه بناء على التعامل مع نظام العراق الإرهابي ما حصل أستاذ الكريم أن اليوم المحكمة الدستورية قررت أن مناطق في أفغانستان أصبحت آمنة وسنشهد في الأيام المقبلة أن في سوريا مناطق آمنة وبناء على ذلك لا يحق له اللجوء ويسمح بترحيله خاصة اليوم بدأنا نسمع أن أردوغان رئيس النظام التركي يريد إعادة علاقاته مع النظام الإرهابي في دمشق وهذه بداية بداية مسلسل تطبيع ليس أوله في تركيا ولكن آخره سنشهده في العديد من الدول الأوروبية خاصة في حال ماذا؟ في حال صعبة اليمين المتطرف حتما سيبني علاقات مع العديد من المتطرفين في العالم من بينهم بشار الأسد وبالتالي أنا هذه الرسالة الذي نريد أن نقولها من هذا الخبر أعرف أن الأفغاني لا يستمع إلينا ولكن يستمع إلينا من يتحدث باللغة العربية وخاصة السوري منه أن الترحيل إلى سوريا قادم قادم لا محل طال الزمن أم قصر نعم ترجمة نانسي قنقر